تخيل بأنك فرد عادي في المجتمع وأقصد أنك لست غنياً ولست ذا ثقافة عالية ولست مشهوراً ولست معروفاً بل فقيراً مغموراً وفي إحدى الليالي وإذا بك تسمع طرقاً على باب منزلك اذهب بني لترى من خلف الباب صار وبعد لحظات يرجع ابنك مسرحاً أبي أبي خير خير هناك رجلان على الباب يقولان نحن ممثلان عن رئيس الدولة ويطلبان رؤيتك فتخرج لهما بخطاً مسرعاً وقد تمالكك القلق والاستغراب فيخبرانك بأنهما جلب لك دعوة خاصة للقاء الرئيس في الدولة الفلانية وحدد الموعد بعد ثلاثة أشهر فيعطيانك دعوة رسمية مختومة فتصدقها وتزال عنك كل شكوك فتمسك الدعوة الخطية بكلت يديك وأظن بك أنك ستقبلها ولعلك ستضعها على رأسك إجلالاً واحتراماً أليس كذلك؟ وهنا سيخالجك السيل العرم من الأسئلة ماذا يريد؟ وليماذا؟ أنا؟ وكيف حدث ذلك؟ وماذا أصنع؟ وا 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 لكن الأهم من ذلك ما هو شعورك بعد تسلم الرسالة أو الدعوة الخطية الرسمية المختومة؟ وماذا ستصنع؟ كيف ستنقضي عنك التسعين يوم؟ وماذا ستفعل لتتجهز لذلك الموعد؟ وأنت ذاك الرجل المغمور أحسبك ستتوقع أولاً إكرام الرئيس لك وخصوصاً مع تلك الحفاوة التي ذاقيتها من ممثليه ثم ستسرع ومن أول لحظة ذهابهم إلى الاستعداد فتستعد بشراء ما يناسب من ملبس ومن لوازم السفر بما تستطيع مادياً ثم تفكر أنك يجب أن تطور نفسك ثقافياً فتأخذ بعض الكتب لتقرأها ولو فيما يخص الرئيس ودولته وشعبه وما إلى ذلك وستسرع بإخبار عائلتك وزملائك في عملك وبعض أفراد عشيرتك ممن يهتمون لأمرك نعم ستخبرهم بأنك حصلت على دعوة خاصة وستتباهى بينهم بذلك وستبقى بكل جوارحك ومشاعرك مرتبطاً أنت ومن معك بهذا الموعد حتى ترجع سالماً غانماً أو خائباً خاسراً أنت وحظك فكيف بك؟ يا هذا يا عبد الله وأنت المتصاغر أمام عظمة الله فلا مال ينفعك ولا جه ولا بنون ولا شهرة ولا ثقافة كيف بك إذا كانت الدعوة من الله سبحانه وتعالى مالك السماوات والأرض وخالقها وفاطرها الذي يقول لشيكم فيكون نعم أنت بل الجميع ستكونون مدعوين عند الله سبحانه وتعالى وضيوفاً عنده وبدعوة رسمية إلهية منه جل جلاله وبعد أيام قلائل فقد ورد في خطبة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الأخيار ما نصه هو شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله وجعلتم فيه من أهل كرامة الله وهنا يجب أن تفرق بين أن يكون الداعي أو المضيف هو الرئيس وبين أن يكون الداعي والمضيف هو الله وبين أن يدعوك رجلان من أتباع الرئيس وبين أن يدعوك ممثل الله رسول الله والحال أنك تنتظر من أول لحظة خروج الرجلين الممثلين عن الرئيس وإلى حين رجوعك بينما أنت في غفلة بل وسادر بالغي وغافل عن شهر رمضان وهو منك قريب إلى الآن لم تجهز نفسك لبالزادي وشراء الطعام والشراب بل أن تهيئ نفسك لأن تكون ضيفاً عنده جل جلاله وقد طرق بابنا وأسماعنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه هل تعلم ماذا يعني أنك ستكون بمحضره وفي ساحة كرمه وكرامته حسب فهمي أن النادر الأندر من يعرف جواب ذلك جوابه إنك ذرة التراب أمام العظمة والكبرياء والجبروت جوابه أنت المخلوق وهو الخالق وأنت بين أديه جوابه أنت العبد وهو المولى ولن يرحم المولى العبد لآبق الخاطئ الغافل فتوبوا إلى الله واستعدوا وتأهبوا واجمعوا زاد آخرتكم واتركوا زاد الدنيا الدنيا وكما أنك سارعت لمعرفة ودراسة المعلومات عن الرئيس ودولته فسارع إلى معرفة الله وجنته وناره ولا تكو في غفلة عنه بسبب أمور دنيوية كقلة الرزق أو تعب العمل أو كثرة العائلة فلا تقتلوا أنفسكم بتلك الدنيا خشية إملاق فالله رازقهم ورازقكم فتوكلوا على الله فهو حسبكم فليس أحد من البشر ولا سعيكم رازقكم فالله خير حفظا وهو أرحم الراحمين فاستلموا على الصائمين القائمين المتهجدين في الأسحار وفازوا فوزا عظيما وخسر هنالك من حكم شهوته وطلب دنياه وترك آخرته عبد الله مقتدى الصبر ترجمة نانسي قنقر